أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه يريد خفض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان مع أو بدون اتفاق سلام من أجل إيطاء أولوية أكبر للتنافس الاستراتيجي مع الصين ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب خططا لسحب قرابة 4000 جندي من أفغانستان وفق وسائل إعلام أمريكية بعد استئناف محادثات السلام قبل أشبوع بين الولايات المتحدة وطالبان نبقى في أفغانستان حيث أعلن مسؤولون مقتل عشرة أفراد من عائلات واحدة إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق البلاد وكانت ضحايا على متن سيارة كبيرة في ولاية خست عندما وقع الانفجار بحسب مسؤولين هذا ولتزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجرى بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى سحب القوات الأمريكية من البلاد مقابل ضمان طالبان تحسن الوضع الأمني